اشتركوا في القناة وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا الكرام هياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية مشاهدنا الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدنا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية مشاهدنا الكرام اليوم سنكون إليكم وإياكم ضيب جديد وأسئلة جديدة ومتنوعة ومنها شكر لله على نعمة الصوم رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة السلام عليكم عليكم السلام شوانك حبيبي الحمد لله مشاهدنا الكرام فكرة البرنامج هي ثمان مكعبات في كل مكعب سؤالي وجه لضيف الحلقة حبيبي المكعب الأول يوجه لك سؤاله اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك اسمي الثلاثي علي فيصل فرهود عمري 13 سكني كربلان مقدسة المكعب الثاني سؤاله في أي مرحلة دراسية في مرحلة الأول متوسط أما المكعب الثالث يطرح عليك سؤاله ويقول شن هو طموحك العلمي؟ طيار ليش يختار تصير طيار؟ حتى أنقل زوار مثلا من إيران إلى كربلاء حتى يزورون الإمام الحسين أما المكعب الرابع يطرح عليك السؤال شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ يعني لي شهر الخير والطاعة نزل بقرآن الكريم على النبي محمد ويجب علينا الصيام حتى نبقى فيه رحمة الله خليكوا يا أحبي مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس فيه سؤال ألا وهو شلونك ويصوم العبادات؟ أول فترة قبل تقريبا سنتين كنت أصوم صوم العصافية من الصبح لحد ثمتين أو لحد الآذان فشوية شوية هذا الصيام يعلمني على الصيام اليوم الكامل المكعب السادس يوجه لك السؤال الصوم نعمة كبيرة شلون نشكر رب العالمين على هاي النعمة؟ لازم نشكر رب العالمين بشهر الطاعة اللي هو شهر رمضان لازم نصوم ونؤدي الواجبات اللي علينا واللي مطلوبة علينا بشهر رمضان المكعب السابع يوجه لك سؤالة شنه العمل اللي تحب تسويه حتى تشكر رب العالمين؟ يعني مثلا تقرأ قرآن أو ساعد الناس؟ أولا لازم قراءة القرآن قراءة القرآن أول شيء وبعدها مساعدة الناس وثالثا قراءة أدعية أو مناجات أو أشياء المكعب الثامن يطرح عليك السؤال ويقول شو تحب تكتب رسالة للإمام الحسين عليه السلام في شهر رمضان؟ الإمام الحسين كان يحارب على مود الظلم وهو من قتل على مود الظلم واخر الظلم وهسا بالبلد حاليا أكد الظلم بدي يصير فأوجه رسالة أنه أريد الناس تحارب على مود الظلم ويروح شكرا جزيلا لك حبيب شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام مشاهدين فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى مسك ختام هذه الحلقة وفي الختام حبينا نهديكم هدية وهو حديث من حديث الإمام الباقر عليه السلام قال الإمام الباقر عليه السلام الصيام والحج تسكين القلوب مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في عمال الله المترجم للإعادة اشتركوا في القناة